عندما حضر العدل من التحكيم قدر النادي الأهلي يفوز وده اللي احنا قلناه وانا الحقيقة بشكركم جدا 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 كل الناس اللي قالتلي انت دوس تصل على الحاكم اليومين 3 اللي فاتوا وخلي بالحضرتك هل الكلام اللي احنا بنقوله كل حاجة مش احنا اللي بنقولها كل حاجة بتتقال في الإعلام الرياضي بتوصل بتوصل للفيفا وبتوصل لكل الناس كل حاجة بتوصل مفيش حاجة ما بتوصلش النادي الأهلي له اسم كبير جدا يخلي كل حاجة بتتقال في قناته او في إعلامه توصل للفيفا ويعرفوا ان احنا محتاجين عدالة تحكمية فقط ولما عرفوا ولاقينا عدالة تحكمية زي ما حضرتك شفت طردين ما فهمش كلام يعني حتى اخواتنا في السعودية قالوا ان هم طردين حقيقة مفيش اي كلام فيهم هذا هو الفارق وهذه هي العدالة التحكمية اللي خلتنا نقدر نكسب فريق كبير جدا 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 وقمته التسويقية ضعف القيمة التسويقية للنادي الأهلي العدالة التحكمية حضرت كسب النادي الأهلي وهو ده اللي بنطلبه دايما وهو ده اللي بنقوله سواء في الدور المصري او في اي حتة احنا بنلعب فيها وطبعا افراح اللعبة موجودة وحتفضل معنا النهاردة طول الوقت موسيقى موسيقى